موسيقى في شهر مارس من عام 2014 تدفق مئات الألاف من الرجال ممن يرتدون السواد على شوارع القدس إنهم اليهود الأصوليون رفعوا عقيرتهم بالدعاء على الحكومة لأنها تريد إجبارهم على أداء الخدمة العسكرية أعفي الأصوليون من التزامات الخدمة العسكرية الإجبارية منذ نشأة إسرائيل دخل حخاماتهم السجن لأنهم فضلوا تدارس التوراة ونحن مستعدون للحبس أيضا يبلغ عدد الأصوليين مليوناً من بين ثمانية ملايين ونصف المليون إسرائيلي ولهم وطأة على مناح الحياة كافة في البلاد ليس هذا بحيهم ولكنهم دأبوا على الزحف علينا كل أسبوع وعلينا تحملهم كلمتهم هي العليا في قوانين الأسرة والزواج والطلاق أعمل وأدرس كأي شخص عادي انظر أين أعيش ولكنني أمنع من الالتقاء بأطفالي لماذا؟ لأنني رقيقة الدين في نظرهم أصبحوا حلفاء لاغنى للحزب الحاكم عنهم هم الذين يبرمون التحالفات وهم من ينقضونها لا ضغوط على المتشددين اليهود بيننا اتفاق يقضي بعدم التعرض لهم الأمر حساس للغاية نحن أول صحفيين يدخلون حيا يعلي شريعة الرب على قوانين الديمقراطية وفي ذلك تهديد للبلد ككل إن لجأت الدولة للقوة فسيستخدم الأصوليون اليهود العنف أيضا فمن المنتصر حينها؟ ها هي صورة إسرائيل في أذهاننا بلد حديث متطور تكنولوجيا الأبراج فيه تناطح السحاب من على ساحل البحر وشبيبته تواكب عصرها لكن إسرائيل أخرى تناطح تلك دولة داخل الدولة إنه كيان الأصوليين اليهود لا يرون العالم إلا بالبيض والأسود وكأنهم مجدودون شدا إلى القرن الثامن عشر يقيم أغلبهم في القدس قبل الشروع في تحقيق الصحفي قررت زيارة معقلهم حي ميا شيريم حيث يعيش خمسة عشر ألفا من أكثرهم تشدد يجب الالتزام بقواعد صارمة قبل دخول الحي المنغلق على نفسه أشير علي بأن أستعين بصحفية فرنسية إسرائيلية تعمل في مجلة تابعة لجماعة اليهود الوصولية مرحبا كيف الحال؟ هيا بنا نذهب إن أردت حقا التسلل إلى بيئة المتشددين فعليك تغيير مظهرك قمسك يكشف أكثر مما يستر وأما ارتداء الجينز فغير وارد أصلا قواعد الإحدشام أكثر تشددا مع النساء ما رأيك؟ الآن ممتاز طول التنورة مناسب مع الجوارب الجو حار يجدر بنا العثور على قميص خفيف أخف قليلا أكمام طويلة وقميصان لكي لا يصف اللباس شكل جسدي أشعر بأنني غير محتشمة كما ينبغي الآن مقبول فهل يسعني توجه حيث ما شئ؟ في مدخل حي ميا الشيريام استقبلتنا لافتة كتب عليها يمنع دخول حي ميا الشيريام بلباس غير محتشم أي التبان عند الرجال والتنورة التي تعلو فوق الركبة أو أي لباس يكشف أعلى الجسد عند النساء أجواء مختلفة تماما لا أدري إن لاحظتم الأمر تباين تام عندما شاهدناه على بعد 200 أو 300 متر من هنا فلنقل إنها أقل تحظرا ورفاهية دخلنا عالما موسدا لا يعيش فيه سوى الأصوليين اليهود هندامهم وممارساتهم الدينية ظهرت أول مرة في أوروبا في القرن الثامن عشر هربا من المذابح في بلدانهم الأوروبية الأصلية لجأوا إلى فلسطين قبل نشوء إسرائيل بوقت طويل لو أن لنا آلة نسافر بها عبر الزمن لا رأينا أباءهم وأجدادهم وأسلافهم يرتدون النمط نفسه من الملابس قبل 200 سنة تلك هي طريقة التشدد الديني اليهودي للحفاظ على خصائصه وأصالته يعتبرون تشبه باليهود غير المتدينين نوعا من الذوبان فيهم ولذلك يصرون على تبني أسلوب اللباس العتيقي نفسه في أيامنا هذه رفضهم قاطع للحداثة تحرم عليهم الإذاعة والتلفزيون والإنترنت أما تداول الأخبار فيتم عن طريق معلقات على الجدران ما هذه المعلقات؟ هذا هنا هو نعي هي جرائد إذن؟ أجل هي جرائدهم وسيلة للتواصل فيما بينهم وبث الإعلانات المباوبة وما إلى ذلك اعتبرت كاميرتنا نوعا من تجاوز المحظورات هل من مشكلة؟ من غير جاز التصوير في أحياء المتدينين إن شئتم التصوير فاذهبوا إلى الأحياء العلمانية لكننا نصور في الشارع التصوير ممنوع حتى في الشارع وفي أحياء الأصليين كل من الرجل غاضا بصره لأننا نساء غادراء المكان فورا وألا أثرت عليكم الحياة وهله أهذا ما تريدانه؟ لا قطعا لا أخرجا من هنا وارجا إلى وسط المدينة ولكننا على قارعة الطريق سرعان منضم إليه رجل غاضب آخر شيعونا إلى مخرج الحي لمنعنا من التصوير نحن في الخارج قلت لكما أن تذهبا إلى الحي العلماني ولكننا خرجنا بالفعل سيكسرون كاميرتكم حذاري لم يدم تطفولنا على حي مياة شيرين سوى ربع ساعة لم يحدث أن صورت كاميرا معقل الأصليين من اليهود حاولنا الدخول على مدى عدة أشهر ولكن دون جدوى ثم قبل رجل أن يفتح لنا أبوابه يونتان يهودي متدين حريص على الدفاع عن أسلوب حياته التقليدي متزوج وله أطفال ضرب لنا موعدا في قلب القدس اكتشفنا أن الحاخام هو صاحب الحل والعقد في مجتمع الأصليين لا يجوز لنا التقدم لفحص رخصة قيارة السيارة حسب أهوائنا بل يجب أن نستفتي الحاخام أنا شخصيا منعني من التقدم للفحص في المرة الأولى وطلب مني أن أراجعه بعد مرور سنة واحدة استفتاه شقيقي فمنعه من إجراء الامتحان وإلى حد الآن لم ينال أخي الإذن باجتياز فحص قيارة السيارة لماذا؟ ليست لدي فكرة الحاخام أعلم لماذا يتخذ مثل هذه القرارات؟ لا أدري كنت أعرف الإجابة لكنت أنا الحاخام القاعدة الثانية الرجال غير مكلفين أصلا بالعمل والكتح وشغلهم هو الصلاة وتدارس النصوص المقدسة طوال اليوم في كل صباح يتوجه يونتان إلى حلقة الدراسات الدينية عالم ذكوري خالص يقضون يومهم في ترديد نصوص التوراة وتفاسيرها والتعليق عليها عليك التحقق من الصور التي ترسمها والتحقق منها بما أنه اختار الطريق الأصعب يجوز لنا الظن بأنه قال الحقيقة ويجب تصدقه أرى تفسلم بهذه الإجابة؟ بل على العكس حياة يحكمها الدين ودراساته على مدار الساعة ما أن أستيقظ من النوم حتى أحس أنني من جند الله أخشى الله وأذكره كل حين أوامره ونواهي لمحور حياتي مثلا بعد غسل يدي وارتداء ملابسي أحضر قهوتي لكنني لا أشربها رأسا بل أصلي أولا حامدا الله على إنعامه علي بها لتكون مشيئة الله وبعدها أسارع إلى الكنيس لأداء الصلاة الأسرة هي مدار حياة الأصولي اليهودي بعد أداء الصلوات وتدارس التورة طبعا أمر يونتان إثنان وثلاثون عاما وله أربعة أطفال بنتان في المدرسة الابتدائية وصبيان أحدهما في الحضانة والآخر في الروضة أخرج من الفرن ما طهته زوجتي في اليوم السابق كي أتناول الغداء أهلا بك حبيبتي عدت من المدرسة رتبي أغراضك بالغرفة لا مكان للروايات ولا الصحف وفي مكتبة البيت لا شيء سوى الكتب المقدسة لم يحدث أن رأى أطفاله جهاز ألعاب إلكترونية أو تلفازا أو حاسوبا لأنها محرمة عليهم لذا يلعبون الورقة بعد ساعات الدراسة الغرض الوحيد المعاصر هاتف نقال لا يسلم أيضا من مجهر المراقبة هل لك هاتف؟ نعم استخدام التليفون حلال إذا احتجنا إلى هاتف ذكي فلنا ذلك ولكن ينبغي استئذان الحاخام منحني الحاخام رخصة لأنه يعرفني جيدا واتصل بشركة الهاتف كي يسمح لي أن أشتري أحد الهواتف منهم خدمة الإنترنت محاطة بسياج من الضوابط وبالتالي فإن كل تطبيق يجب أن يجيزه الحاخام يونتان متزوج من هيا حمدا لك يا رب على هذه النعمة حياتهم كلها قواعد صارمة حتى علاقتهم الحميمية الملامسة والتعبير عن المودة من عناق وغيره لا تجوز أن تجرى في المنزل وفي كل الحالات ليس أمام الأطفال وإذا فعلنا يجب أن لا تكون المرأة جنوبا وإلا فإن الملامسة نفسها محرمة يمكننا تبادل كلمات فيها مودة لا أكثر والتقبيل لا تقبيل ولا عناق مطلقا لأن الرجال يقضون اليوم في الدراسة الدينية فإن عبال عمل يقع على النساء لهاي سالون يبيع إكسسورات كالشعر المستعار وهي تجارة مزهرة لأن على نساء المتشددين ستر شعورهم وهن يفضلنا الشعر المستعار على الخمار هيا نفسها تعتمر شعرا مستعرا هل تغطي النساء شعورهن احتشاما؟ بل هو فرض على المتزوجات منهن حتى المطلقة يتعين عليها أن تغطي رأسها من يرتدون السواد مستعدون لفعل أي شيء للحفاظ على نهج حياتهم ولو تطلب الأمر مخاصمة دولة إسرائيل دولة إسرائيل بحد ذاتها أقل أهمية عندي من التوراه لذا نفعل ما يلزم لكي تجري الأمور بسلاسة بيننا وبين الدولة ولكن بعض الملفات هي كبرمي لبارود وإذا استخدمت الدولة القوة فسيلجأ المتدينون للقوة أيضا فمن المنتصر حينها؟ لا أدري آمل أن لا نضطر يوما لاختبار أي الطرفين أشد بأسا في الوقت الراهن لا تستفز الدولة الإسرائيلية المتشددين بل على العدس فهم الذين يقدمون الأرض شيئا فشيا ولا يخشون في ذلك حسيبا ولا رقيبة يقيم يونتان في حي معلود دافنة في السابق كان كل الناس علمانيين ثم تكاثر المتدينون شيئا فشيئا أما اليوم فلا وجود اليهودي علماني واحد بقي متدينون معتدلون هنا وهناك عندما يتوافد الأصليون اليهود على حي ما يغادر العلمانيون اليهود المكان الفجوة كبيرة اليوم بين المتدينين والعلمانيين التجاور فيما بينه مستحيل يحاول المجتمع المتشدد أن يخلق لنفسه فضاء مغلقا أن يعزل نفسه أنا أصف نفسي بأنني معتدل فقد جبت أرجاء العالم ودرست في الجامعة لكن مع ذلك أنا أحس بالغرب عندما أذهب إلى تل أبيب وكأنني مسافر إلى الخارج إسرائيل التي يراها في تل أبيب في مثل خطر النازيين خلال الحرب العالمية الثانية في نظره يصور لنا حاخاماتنا الوضع خارج عالمنا المتدين وكأنه محرقة روحية لا يقصدون بكلامهم أن المجتمع الإسرائيلي يحاول اجتفاث عالم المتدينين اليهود وإنما هم يحذرون من يخرج عنا من محرقة اسمها تلاشي نهج حياتنا المتدين تلك نظرة تشترك فيها الغالبية العظمى من جماعة يوناثان بل تذهب مجموعات يهودية متشددة إلى ما هو أبعد يريدون تدمير إسرائيل هكذا ببساطة اسمهم نيوتوري كارتا وتعني حرفيا حرس المدينة يحرقون العلم الإسرائيلي في ذكرى تأسيس الدولة كل عام ويرفعون علم فلسطين وزاروا إسماعيل هنية القيادية في حماس وهي في حالة حرب مع إسرائيل والتقوا الفكاه الفرنسي ديو دوني المتهم بمعادات اليهود في فرنسا استضافنا الحخام هيرش قائد الحركة هو يقيم في ميا شيريم وحول محل إقامته رسمت أعلام فلسطينية على الجدران يرفض أتباع نيوتوري كارتا استصدار بطاقات الهوية الإسرائيلية ولا يقبلون أي إعانات من الدولة كما لا يسجلون مواردهم لدى إدارة الأحوال المدنية ولكي يزدادوا تميزا فإنهم يتحدثون لغة الإيديش وهي خليط من الألمانية والعبرية كان أجدادهم يستخدمونها في أوروبا الشرقية حلمهم أن يعيشوا في دولة فلسطينية عتيدة نرفض أن نكون مواطني الدولة الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال نعلم مما خط في الكتاب المقدس أن الرب وعد بإخراج الشعب اليهودي من التيه وها نحن في الشتات منذ ألفي سنة وما دام التيه مستمرا يحرم على الشعب اليهودي تأسيس دولة في أي مكان في العالم هنا أو في أوغندا أو غيرهما هل تريدون حقا أن تصبح إسرائيل الحالية في فلسطين؟ طبعا نطالب بالعدالة الإلهية لا مكان لدولة يهودية من دون إيرادة إلهية وفي انتظار تحقق الوعد الإلهي ها نحن في فلسطين من غير الممكن وجود دولتين لشعبين لأنه ليس الحل الأمثل الحل هو إعادة كل الأرض إلى الفلسطينيين لا يكتفي المتشددون اليهود بتطبيق الأحكام الإلهية في مناطقهم بل يريدون أيضا التحكم في الأحياء العلمانية التي لا يقيمون فيها تقع هذه السوق بوسط المدينة بعيدا عن حي ميا شيريم وأحياء المتزمتين الساعة الثالثة والنصف عصرا من يوم الجمعة الجو العام لطيف ومريح ولكن الأصوليين قرروا إغلاق السوق كل يوم جمعة عصرا استعدادا للسبت يوم الراحة الأسبوعية في إسرائيل وأتوا بحل لاعتدال فيه النفخ في الأبواق للتنغيص على الباعة ودفعهم إلى أغلاق محلهم هيا عودوا إلى بيوتكم السبت يقترب هيا اشرعوا على الجميع الأنصياع متدينين وعلمانيين مسلمين ومسيحيين عليك أن تشتري مني كل شيء إن أردتني أن أغفل ستتاح لك فرصة لبيعها بعد غد نعرف أن السبت أهل ولكنه لن يحل قبل ساعة سرعان منضم إليه آخرون إنهم عناصر ميليشيا دينية لم تكلفهم الشرطة بفعل ما يفعلون إنما حركتهم عقيدتهم ليس إلا ماذا لو تأخر بائعون عشر دقائق عن إغلاق محله؟ يزحفون زحفا من أحيائهم آلاف مؤلفة يهتفون مذكرين الناس بأن اليوم سبت وهل رفض بائعون الأنصي علىه؟ أقاموا الدنيا صرخوا وقذفوا الناس بالحجارة وأثار المشكلات إذا عملنا يوم السبت يجن جنونهم يخرجون عن طورهم ها هو واحد آخر منهم لا داعي للدخول إذن هذا ليس حيهم وهم يقدمون على هذه الأفعال كل أسبوع وعلينا تحملهم هل يجوز لهم؟ هل خولتهم الشرطة بفعل ما يفعلون؟ كلا لا حق لهم ولكنهم يستغلون ما في القانون من غموض فيزحفون على أي مكان يستطيعون فرض تأثيرهم فيه أفلح من يرتدون السواد في إغلاق كافة الدكاكين قبل حلول يوم السبت في حي علماني وفي صيف عام 2015 هاجموا قاعة سينما مفتوحة يوم سبت في أحد أحياء القدس تمكنوا من إقفال السينما تصبح القدس مدينة مقفرة في حدود الساعة الثالثة عصرا أيام الجمعة لا يستهدف المتزمتون اليهود القدس فقط فهم يحاولون توسيع رقعتهم في كل مكان من إسرائيل تقريبا إيلي سائق تاكسي نشأ في بيت شيماش على بعد نصف ساعة من القدس المدينة التي لم يعد قادرا على التعرف على ملامحها عندما كان طفلا كان عشرون ألف يهودي غير متدين يقيمون هنا واليوم استولى ثمانون ألف أصولي على البلد وضاحيتها تجول بناء إيلي في أحياء أصبحت للأصوليين الشوارع فيها تحمل أسماء حاخامات استحبنا إيلي إلى أعالي المدينة ليبرهن لنا على أن لا شيء يوقف المتشددين بنايات قيد الإنشاء تنبت في كل مكان إنهم يبنون بيوتا فوق التلال والحكومة هي التي منحتهم الترخيص سيكون الحي أكبر مساحة ومرتع آخر للمتزمتين وضاحية جديدة لبلدة بيتشيمش هل سيقتصر السكن فيها على المتشددين؟ نعم، لن يقيم بينهم يهودي علماني واحد حول القدس تبنى مدينتان أخريان كما في بيت شيمش كما يهوى المتشددون عودة إلى القدس علمت من الصحف أن المتزمتين أصبحوا يستخدمون وسائل ضغط أخرى على اليهود العلمانيين في شهر مارس من عام 2014 تدفق مئات الآلاف من الرجال ممن يرتدون السواد على شوارع القدس إنهم اليهود الأصوليون في وسط المدينة محلات ترفض إغلاق أبوابها أيام السبت وكان على أصحابها الحصول على استثناءات من البلدية من بينها بقالة داود التي افتتحت أبوابها عام 1995 هذه المرة لا مظاهرة أمام المحل اختار المتشددون طريق السياسة للوصول إلى غاياتهم بممارسة الضغط على البلدية مباشرة ينص قانون أمره أكثر من ستين سنة على غلق المحلات التجارية أبوابها أيام السبت ولكن أبرم اتفاق منذ عشرات السنين يبقى المتدينون المتشددون بموجبه في أحيائهم على أن نظل نحن في وسط المدينة جرت الأمور على ما يرام إلى أن قرر رئيس البلدية فرض الإغلاق على محلاتنا في يوم الراحة اليهودي وهكذا تم منع هذه المحلات من فتح أبوابها أيام السبت بعد أن انتزع الأصوليون من رئيس البلدية التراجع عن إعفاءات منحها سابقا لبعض التجار اسم رئيس بلدية القدس هو نير باراكات كان مترشحا علمانيا مستقلا ثم عثر لنفسه عن انتماء أصبح عضوا في الليكود الحزب اليميني الحاكم ووضع يده في يد المتزمتين اليهود شيء يستعصي على الفهم انتخبناه وأعطيناه أصواتنا لكي يمثلنا نحن السكان العلمانيين في القدس لقد غدر بنا طلبت مقابلة مع رئيس البلدية ولكن مكتبه رفض الطلب شكرا على التماسكم إجراء مقابلة صحفية معنا للأسف ليس بوسع رئيس البلدية لاستجابة لطلبكم قررت حينها توجه إلى ماراثون القدس نير باراكات ينظمه ويشارك فيه مرحبا أهلا بك انتخبت لأنك وعدت بحماية العلمانيين من المتزمتين هل تشعر في قرارة نفسك أنك تؤدي هذه الوظيفة وأن تترى المدينة منقسمة على نفسها؟ بصفة رئيس بلدية القدس أحرص على أن يسود الوئام بين سكان القدس وأعمل على أن تشعر كل مجموعة بالسكينة ولكن هناك من العلمانيين اليهود من يرى أنك خذلتهم كأمر كمثلا محلات تجارية بالإغلاق مساء أيام الجمعة غير صحيح في هذا الماراثون مثلا الناس سعداء لأنهم يعرفون أن المدينة تسير في الاتجاه الصحيح أما المحلات التجارية فكانت مخالفة للقانون وأنا مواطن مسؤول لا أتحرك إلا ضمن حدود القانون وعلي تسوية هذه المشكلات توحي بأنك حامي حمل أصليين اليهود على حساب العلمانيين اليهود كلا غير صحيح إذن ماذا تقول لأصحاب المحلات التي أمرت بإغلاقها أيام السبت؟ يجب أن لا تفتح المتاجر أبوابها أيام السبت بنص القانون أنا رئيس البلدية وعلي فرض احترام القانون مفهوم؟ ألا تشعر أن القدس أصبحت رهينة اليهود الأصليين؟ قرر الرئيس البلدية مسايرة الأصليين في المدينة وينبغي القول أن هؤلاء يمثلون نصف عدد الناخبين في القدس يبلغ تعداد المتدينين اليهود مليونا من عصل ثمانية ملايين إسرائيلي وهم يأتمرون بإمرة الحخامات في الشؤون الانتخابية معدل أفراد كل أسرى منهم ستة أي أنهم خزان من الأصوات الانتخابية شديد الإغراء للسياسيين الذين يقدمون لهم التنازل تلو التنازل من آخر الأمثلة إسناد وزارة الشؤون الدينية إلى أصلي هو داود أزولاي أصبحت وزارته تدير لأول مرة شؤون الزواج والطلاق ومن حينها أصبح الطلاق شديد التعقيد على الإسرائيليات لأن التشريع اليهودي يمنح حق التطليق للزوج وحده في محكمة دينية أوريت مربية متخصصة وأم لعشرة أطفال أمضت سبع سنوات من عمرها تحاول الانفصال رسميا عن زوجها الذي تزوج من امرأة أخرى ألم يساعدك حخامات المحكمة الدينية في قضيتك؟ كلا بل كان علي الانتظار سنين عددا قبل أن يجبر الحخامات زوجي على تطليقي علما أنه كان مقيما بالخارج ومتزوجا من امرأة أخرى ولم يكن يدفع لي نفقا كنت أنا الضحية ولكن الحخامات كانوا يضايقوني في كل جلسة ولم تستطيع الإفلات من الورطة؟ لم يكن أمامي أي حل تمثل أوريت أمام لجنة برلمانية للإدلاء بشهادتها وبسبب تزايد حالات الظلم التي نزلت بالعديد من النساء تكفل عدد من النواب بإخضاع إجراءات الطلاق للتقييم انتظرت عدة سنين قبل أن يجبر حخامات المحكمة الدينية تزوجي أن يطلقني في جلسات الاستماع الأولى شعرني الحخام رئيس الجلسة بالذنب قال لي ارتكبت خطيئة لأنك شرعت في إجراءات الطلاق أنا الضحية ولكنهم حملوني المسؤولية عن كل مشكلات زواجنا تركز اللجنة البرلمانية على مدير المحاكم الدينية وهو يهودي متزمت اسمه شيمون يعقوبي يقال إن مشكلات الطلاق لا حل لها في إسرائيل والأنكى في هذا كله هو أن القول صادق وليس السبب صعوبات أو نقصا في الوسائل بل لأنك لا تريد كيف لنا أن حل مشكلات الطلاق وليس في جعبتنا سبيل لذلك إنك لا تريد الاستماع لما عندي بكل صراحة سمعتك تكرر الكلام نفسه عدة مرات ولم أعد أطيق الاستماع إليك أنا مجغولة بالعمل من ظن أنني سأغير وسليب المحاكم الدينية في تطبيق الشريعة اليهودية فهو واهم لأنني لن أفعلها حوار ترشان في البرلمان أليزا لا فيه ترأس هذه اللجنة البرلمانية لماذا لا يمكن المس بالزواج والطلاق الدينيين هل الحكومة هي السبب؟ أجل الحكومة تسلل إليها المتشددون وأبرمت اتفاقات معهم قالت لهم امنحون دعمكم ولن نتعرض للأمور الدينية أي أن كل أمر مرتبط بالفصل بين الدين والدولة أصبحت دونه عراقيل وعقبات تماما كالمواصلات العامة والنشاط التجاري أيام السبت قررت مقابلة وزير الشؤون الدينية داود أزولاي في مكتبه صور حاخمات أصليين مؤسسين لحزبه تقول الكثير من النساء إن المحاكم الدينية لا تنصفهن وماذا كنت تتوقعين أن يقلن من السهل عليهن رمي المحاكم الدينية بتهم مردودة عليهن أصلا المحاكم تؤدي عملها الانتقاد سهل أما العمل في الميدان فهو الصعب وهل تقبلون بالزواج والطلاق المدنيين للنساء العلمانيات إسرائيل بلد يهودي ولكنها ديمقراطية أيضا ديمقراطية لكنها أيضا يهودية هل العلماني يهودي في نظر إسرائيل أكيد ولكن لا يحق له الزواج والطلاق إلا أمام محاكم الدينية يلزم القانون الإسرائيلي اليهودية بأن يتزوج طبقا لتعاليم دينه في الدولة اليهودية الكلمة العليا لمنهج الحياة اليهودي ومن يذهب إلى السعودية عليه أن يتصرف كمواطن سعودي لكن الفرق هو أن إسرائيل دولة ديمقراطية هل إسرائيل دولة دينية في نظرك؟ ليت إسرائيل كانت دولة دينية وعليه تضعون حدودا لديمقراطية حدودا اسمها الدين ليت للديمقراطية حدودا ها هو وزير يحلم بإخضاع ديمقراطية للدين اليهودي حلم يكافح من أجله حزباني سياسيان أسسهما أصوليان يهودة هاتورا وشاس حزباني ممثلان في الحكومة ولهما أحد عشر بالمئة من مقاعد البرلمان يقرر بعض الإسرائيليين الخروج من عالم التزمت يبلغ عددهم نحو 1300 كل سنة غادرت أفيفا عالم المتدينين اليهود منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ها هي صورتها في تلك الفترة تخلصت من صورة طليقها رجل لم تتزوجه عن حب وأنجبت منه ستة أولاد أحوالي أحسن حاليا حياتي هنئة ومختلفة عما سلف أصبحت أبتسم للحياة كنت من غليقة كثيرة الصمت لا هم لي إلا العمل أما اليوم فإنني أحب طعم الحياة بالرغم من مرارتها لكن الخروج من هذا العالم المغلق له ثمن عقبت أفيفا منعها زوجها بتسكية من المحكمة الدينية من الالتقاء بأولادها ورماها بكل نقيصة اتهمني بتعاطي المخدرات وطلب بإدخال مركزا للمعالجة من الإدمان تحديتهم أن يفحصوا عينة من دمي فإن وجدوا أثرا لعقاقير مخدرة فيه فلن أطالب برؤية أبنائي وفي المقابل عليهم استماح لي بزيارة أطفالي إن كذبتهم التحليل وقد رفضوا عرضي بطبيعة الحال ولم يسمح لي بمقابلة أبنائي لا تحدث هذه الأشياء إلا في المحاكم الدينية في أي محكمة عادية وفي أي بلد يحق حتى للقاتل أن يرى أبنائه أنا سيدة عاملة وأدرس وأعيش حياة عادية انظر أين أعيش ولكن لا أستطيع أن أرى أطفالي لماذا؟ لأن تديني رقيق في نظرهم كان عمر الأطفال بين الثالثة والسادسة عشر عندما صدر الحكم بالطلاق منذ ثلاث سنوات وهي آخر مرة رأت فيها أفيفا أطفالها ما أجملهم واضح أنهم سعداء بوجودهم معي أليس كذلك؟ أمضوا معي ساعتين وتلك آخر مرة رأيتهم فيها على خطى أفيفا يسعى عدد متزايد من الشباب إلى الإفلات من نير الوسط الأصلي الذي ولدوا فيه عام 1992 نشأت جمعية لتقديم يد العون لهم التأم حول الطاولة في تلك الأمسية خمسة عشر من قدام الأصليين الذين تطلق عليهم تسمية الشاردون أصبح يهودا ابن السابعة والعشرين علمانيا منذ تسعة أشهر لماذا تأتون إلى هنا؟ هنا بوسعنا الجلوس والإسترخاء والأكل وكأننا في بيت عائلي الإفلات من ربقة الجماعة يعني فقدان القدرة على التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود والخوض في عالم يجهلونه كل الجهل لذا فإن التكفل بهم هنا تام أكلا وإقامة ومتابعة نفسية بل تعرض عليهم الملابس أيضا إن اختيار اللباس تحدي في حد ذاته لمن ارتدوا ملابس الأصليين البيضاء والسوداء منذ ميلادهم لا أفقه شيئا في اللباس إذ لم يسبق أن اخترت ثيابي بنفسي لأنني كنت أرتدي الزي نفسه ولا أعرف حتى كيف أدخل محلا وأختار ملابسي أين تتصرف عفويا؟ صحيح ولا أفهم هذه الأشياء تحب هذه الألوان؟ لست أدري الألوان عندي كلها سواء لا فرق بينها كان يهودا رجلا مختلفا منذ شهور قليلا في يوم مغادرته سجل مقطع فيديو على هاتفه النقال صباح الخير اسمي يهودا كونو فينيتسكي ولدت وترعرعت في بيت متشدد دينيا ولكنني لم أتقبل يوما أسلوب حياة الجماعة كنت أتعطش للانفتاح والإطلاع على كل جديد وهو أمر محرم طبعا وعليه قررت الخروج عنهم أريد لنفسي حياة أفضل وأسعد استضافنا يهودا في بيته لكي يتحدث إلينا عن حياته العاطفية ما الأصعب في حياتك الجديدة هذه؟ العثور على شقة وتحضير الطعام؟ لا بأس لقد تعوت الأصعب هو الانخراط في الحياة الاجتماعية لا سيما مع الجنس الآخر وهو أمر عصير جدا أصعب ذكرى ليهودا هي ذكرى زواجه لأنه زواج تم مع فتاة لم يكن يعرفها علي أن أتزوج من امرأة أجهل هويتها تماما وأن أؤدي واجباتي من أول ليلة شرح لي حاخامن الكيفية يجب أن يتم الأمر في ظلام حالك تماما ومن دون ملامسة بيدي مطلقا ماذا تعني بملامسة؟ بمعنى لا تقع يدي عليها والقبلات؟ ذلك محرم علي أن أنتظر تلك لحظة معينة تستكمل فيها المرأة العملية ولكن من دون أن يحق لي أن ألمس أي جزء من جسدها خمرني شعور سيء أصبح يهودا يحمل نظرة فاحصة ناقدة إلى الجماعة التي نشأ بين أفرادها الجماعة المتشددة أصولية جدا ولذا فإن الخروج عنها يفهم على أنه انتقال إلى معسكر الأعداء لو أنني نشأت في أسرة متدينة في اعتدال لما خرجت عنهم لأنه يجوز لنا الاستقلال بفكرنا بين المعتدلين من دوني أن نرمى بأي تهمة أما هؤلاء فما هم إلا طائفة أسلوب حياتها يحجر علي التفكير قرر متشددون سابقون آخرون المضية إلى حد مقاضات دولة إسرائيل في المحكمة اتهم 53 منهم الدولة بالتخلي عنهم وتركهم فريسة لهذه الجماعة الطائفية ولتربية دينية خالصة ذلك أن المتشددين اليهود يقدمون تعليما يتطابق ونظرتهم إلى العالم من خلال شبكة من المدارس الموازية لا تعلم فيها المواد الأساسية أصلا يوسي وبار من المشتكين الثلاثة والخمسين لازلت أذكر دروس علم الأحياء كانت كتبنا عرضة لمقص الرقيب إذ كان أساتي ذاتنا يمحون مقاطع تتحدث عن التناسل مثلا وموضوعات يعتبرون أنه لا يجوز لنا الاطلاع عليها الدرس الوحيد الذي تلقيته في علم الأحياء كان متطابقا مع الشريعة اليهودية بهدف إعداد للزواج أما الذكور فلا يتلقون هذا التعليم أصلا إن حضوظ الذكور من التعليم أقل من حضوظ الإناث لأنهم يعدون لحياة من التعبد وتدارس النصوص المقدسة فقط من المفروض أن تعدن المدرسة للحياة ولكن مدرسة جعلت مني متدينا ملتزما وحسب كان يجب إدراج مواد تسمح لي بأن أكسب لقمة العيش وبأن أصبح مواطنا صالحا الكثير من الناس يسألوننا لماذا تقاضون الدولة بدل أن تحاسبوا آباءكم لأنهم هم المسؤولون الإجابة بسيطة الدولة كانت على علم بأننا لم نكن نتلقى تعليما في المدرسة وفي المقابل والدي لم يصل مستواهما الدراسي للثانوية العامة أبي لا يحمل أي شهادة وجدي أيضا لا يدرك ما كان ينقصني والدولة أقرت في قوانينها الأساسية ما ينبغي على التلميذ أن يتعلمه حتى يصبح مواطنا صالحا أنا مواطن إسرائيلي ولم أتلقى شيئا من أساسيات التعليم بالضرورة ينتظر يوسي وبار الكثير من هذه المحاكمة يرجوان من وراء القضية بث الوعي بين الناس يمثل المتشددون 60% من الأطفال في رياض الأطفال في القدس لا يجب النسيان أن الأجيال الصاعدة من الأصليين هم مواطنون المستقبل لا يجوز تركهم من دون تعليم وغضوا الطرف عما يحدث حاليا فهل رئيس الوزراء مستعد للمضي بالأمور قدما أردنا مقابلة بنيم نتنياهو لكنه رفض وبدلا من ذلك استقبلتنا نوريت كورين نائبة رئيس البرلمان علينا أن نسرع إذ يجب أن أزور الطبيب لأنني مريضة لماذا تغض الحكومة الطرف عن غياب التعليم في مدارس الأصليين؟ عندما كنت صغيرة درست في مدرسة للأصليين كنا ندرس الجغرافية وجزءا من المواد الأساسية أنت امرأة، الوضع مختلف في حالة الذكور صحيح، الأمر أكثر تعقيدا لا يدرسون إلا مواد دينية صحيح، الحكومة تريد إدراج المواد العلمية والإنسانية الأساسية ولكنهم يعارضونها معارضة شديدة هل ازدادت المصاعب منذ دخول المتشددين الحكومة؟ الأصوليون يعاملون بيد حانية وتبرم معهم اتفاقات ولا يتعرض لهم أحد المسألة حساسة جدا لقد لامست المسائل الأكثر تعقيدا والتي ليس بوسعين الخوض فيها الآن حتى صوتي لم يعد يسعفني للحديث عنها وكيف جاز إبرام اتفاقات مع أحزاب دينية في دولة ديمقراطية مثل إسرائيل؟ أحزاب تعتبر القوانين الدينية أعلى شأنا من الديمقراطية لم يعد باستطاعة قول المزيد علي زيارة الطبيب نقطة في نهاية الصدر حسنا شكرا لك المسألة حساسة ثلث سكان إسرائيل سيصبحون من الأصوليين بحلول عام 2059 إسرائيل المهددة في وجودها منذ نشأتها المحاطة ببلدان الأعداء هل ينتهي بها المطاف وقد نخر بنيانها يهود من أبنائها؟ ترجمة نانسي قنقر